ما هي مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء وما هي مذاهب العلماء في هذه المراتب وبناء على ماذا ميز علماؤنا بين مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء وأخيرا ما هو المذهب المعتمد في مراتب التفخيم حتى تعرفوا التفاصيل تفضلوا بالبقاء معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم من جديد مر معنا أيها الكرام في لقائنا الماضي تعريف الاستعلاء والاستفال والتفخيم والترقيق واتفقنا أيضا إخواني الكرام على أن حروف الاستعلاء السبعة خص صداط قض مفخمة دائما حروف الاستعلاء مفخمة دائما لكن علماءنا تأملوا حروف الاستعلاء فوجدوا أن تفخيمها إخواني ليس بمرتبة واحدة فأحيانا قالوا بأن الحرف يكون في مرتبة عالية من مراتب التفخيم وأحيانا في حالات أخرى يكون تفخيمه بدرجة أقل فمن هنا جاء هذا المبحث مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء قبل أن نتعرف إلى الطريقة التي اعتمد عليها علماؤنا في تصنيف الحروف في تصنيف حروف الاستعلاء وترتيب مراتب التفخيم دعونا في البداية إخواني الكرام فقط نتذكر تعريف التفخيم إذن التفخيم لغة التعظيم واصطلاحا هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه وذلك لتضيق الحلق وتصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك وهو مستحق لاستعلاء إذن عندما يتضيق الحلق والصوت يتجه باتجاه الحنك الأعلى بمعنى يستعلي يصطدم فوق في غار الحنك أو في قبة الحنك ويرجع وله رنين أو يرجع وله صدا يعني يمتلئ الفم بصداه فهذا هو التفخيم فالتفخيم نتيجة لسبب سبب التفخيم هو الاستعلاء الآن إخواني الكرام عندنا هذه اللوحة المهمة شكل الفم عند نطق الحرف المفخم بحركاته الثلاث الصورة الأولى للحرف المفخم المفتوح والصورة الثانية للحرف المفخم المضموم والصورة الثالثة للحرف المفخم المكسور فمثلا نأخذ مثالا عندنا مثلا حرف القاف فنقول مثلا قا لاحظوا قا أو نقول قو أو نقول قي هكذا فهكذا يكون شكل الفم عندما ننطق الحرف المفخم بحركاته الثلاث الآن إخواني الكرام لو دققنا أكثر في هذه الصور الآن فقط سوف أكبرها بشكل سريع وننظر إليها عن قرب قارنوا الآن إخواني الكرام بين شكل الفم في هذه الحالات الثلاث بشكل مباشر أول نتيجة نستنتجها من هذه الصور هو حجم الفراغ الفموي هذا الحيز الذي ترونه مثلا بين اللسان والحنك الأعلى في الحرف المفتوح هو أكبر منه في الحرف المضموم هذا شيء واضح انظروا إليها كما ترونها في الرسم وكذلك الحيز الفموي هذا في الحرف المضموم هو أكبر من الحيز الفموي في الحرف المكسور وبناء على هذا كلما ازداد الحيز الفموي كلما ازداد هذا المكان هذا الفراغ كلما ازداد ازداد التفخيم لماذا إخواني الكرام قبل قليل كنا نتكلم عن التفخيم وكيف يحدث التفخيم وكيف أن الصوت يصطدم بقبة الحنك الأعلى أو بسقف الحلق ثم يعود فعندما يعود وعندما ينعكس الصوت كلما كان الفراغ هذا كبيرا كان التفخيم كبيرا وكلما صغر هذا الحيز أو هذا التجويف قلت نسبة التفخيم وبناء على هذا اخواني الكرام فالحرف المفتوح هو في المرتبة الأولى من مراتب التفخيم جربوا قولوا مثلا خا 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 هكذا لاحظوا كيف لاحظوا بقدار التفخيم الآن قولوا خو خو لاحظوا كيف أن الحرف المضموم هو في المرتبة الثانية قولوا كذلك خي خي الآن الحرف المكسور في المرتبة الثالثة إذن نعود فنقول كلما ازداد الحيز الفموي ازداد مقدار التفخيم هذا هو الهيكل العام إخواني الكرام لمراتب التفخيم لحروف الاستعلاء إذن الحرف المفتوح أولا ثم المضموم ثم المكسور إذن مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء لأئمة التجويد في تفخيم حروف الاستعلاء مذهبان المذهب الأول لأبي الأصبغ عبد العزيز ابن علي السماتي الإشبيلي المعروف بابن الطحان المتوفى سنة خمسمائة وواحد وستين هجرية وأما المذهب الثاني لإمام القراء وحجتهم محمد بن الجزري المتوفى سنة ثمانمائة وثلاث وثلاثين هجرية رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا الآن إخواني الكرام سنبدأ بالحديث عن المذهب الأول وهو مذهب ابن الطحان فكم مرتبة من مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء عند صاحب المذهب الأول عند ابن الطحان عندنا أولا إخواني الكرام المفتوح نحو قد قال إذن المفتوح في المرتبة الأولى يليه المضموم نحو يقول ثم أخيرا عندنا المكسور نحو قيل إذن إخواني الكرام عند ابن الطحان ثلاث مراتب فقط المفتوح أولا ثم المضموم ثم المكسور لاحقا الإمام المتولي رحمه الله أضاف لنا هذه الملاحظة قال أما الساكن فيعتبر مشكولا بحركة ما قبله فمثلا عندنا كلمة يقطعون فيها حرف القاف ساكن الساكن ليس له مرتبة إخواني الكرام هنا فلأنه ليس له مرتبة فجعله مرتبطة بحركة الحرف الذي قبله فكما ذكرنا في كلمة يقطعون القاف ساكنة مسبوقة بحرف مفتوح إذن تلحق بالمرتبة الأولى مثلا كلمة شقوتنا القاف ساكنة وقبلها مكسور إذن تلحق بالمرتبة الثالثة يعني كأن القاف مثلا هنا في كلمة شقوتنا كأنها مكسورة يعني تعامل هي ساكنة وقبلها مكسور لكن تلحق بالمرتبة الثالثة إذن هذا هو تفصيل المذهب الأول المفتوح أولا ثم المضموم ثم المكسور أما الساكن ليس له مرتبة مستقلة إنما يعتبر مشكولا بحركة الحرف الذي يسبقه الآن ننتقل إلى الحديث عن المذهب الثاني وهو مذهب الإمام ابن الجزري رحمه الله إذن قال الإمام ابن الجزري ميز الآن إخواني الكرام قال المفتوح ليس بمرتبة واحدة من مراتب التفخيم فعندنا المفتوح الذي بعده ألف أشد تفخيما من المفتوح الذي ليس بعده ألف فقسم المفتوح إلى قسمين مفتوح بعده ألف ميز مفتوح بعده ألف ومفتوح ليس بعده ألف لماذا الآن جربوا أنتم إخواني مثلا نبدأ مثلا بالمفتوح الذي ليس بعده ألف مثلا قد قد لاحظوا الآن نحن نفخم القاف صحيح ولكن ننتقل مباشرة إلى الدال أما لاحظوا الآن عندما نقول قال قال أو مثلا قال قال لاحظوا هنا إخواني الكرام هنا الألف التي جاءت بعد حرف القاف يعني أعطته فرصة إلى لكي يأخذ حقه من التفخيم فهنا عندنا امتداد للصوت قال فلذلك كما ذكرنا إمامنا الجزري جعل المفتوح الذي بعده ألف في المرتبة الأولى فقال هو أشد تفخيما من الحرف المفتوح فقط يعني الذي ليس بعده ألف ثم قال المضموم المضموم يأتي في المرتبة الثالثة هذا بناء على مذهب الإمام ابن الجزري وأما الحرف الساكن فجعله في المرتبة الرابعة الساكن هنا إخواني الكرام له مرتبة مستقلة هو في المرتبة الرابعة ليس مرتبطا بحركة الحرف الذي قبله وأما الحرف المكسور فهو في المرتبة الخامسة في المرتبة الأخيرة من مراتب التفخيم إذن هذا هو مذهب إمامنا الجزري رحمه الله في مرتبة التفخيم لحروف الاستعلام الآن دعونا نقارن بين هذين المذهبين حتى تتضح الصورة أكثر إذن مقارنة بين المذهبين مذهب الإمام ابن الجزري رحمه الله ومذهب الإمام ابن الطحان فهذه المقارنة إخواني الكرام يعني مقارنة مهمة لأنه كما يقال بضدها تتميز الأشياء فعندنا في العمود الأول المذهب الأول وفي العمود الثاني المذهب الثاني إذن المذهب الأول صاحبه أولا ابن الطحان وأما المذهب الثاني فصاحبه إمامنا ابن الجزري أيضا عدد المراتب إخواني في المذهب الأول كم؟ عندنا ثلاث مراتب فقط مفتوح مضموم مكسور فقط أما الإمام ابن الجزري مذهب الإمام ابن الجزري ففيه خمس مراتب كما ذكرنا مفتوح بعده ألف مفتوح ليس بعده ألف مضموم ساكن مكسور طيب المفتوح في أي مرتبة أو كم مرتبة له مرتبة واحدة المفتوح عند المذهب الأول مرتبة واحدة فقط أما عند الإمام ابن الجزري في المذهب الثاني فالمفتوح كما ذكرنا مرتبتان لحظتم إخواني الكرام ميز بين المفتوح الذي بعده ألف والمفتوح فقط ماذا أيضا المضموم في المرتبة الثانية عند المذهب الأول أما عند الإمام ابن الجزري فهو في المرتبة الثالثة وماذا أيضا المكسور في أي مرتبة جاء في المرتبة الأخيرة في المذهب الأول وكذلك في المرتبة الأخيرة في المذهب الثاني أما الساكن إخواني فعند ابن الطحان هنا في مذهب ابن الطحان كما ذكرنا هذه من إضافة الإمام المتولي رحمه الله قال يعتبر الساكن مشكولا بحركة ما قبله أما عند الإمام ابن الجزري رحمه الله فالساكن له مرتبة مستقلة إذن هذه هي المقارنة بين المذهبين إخواني الكرام في الخطوط العامة في الهيكل العام المذهبان متفقان لاحظوا المفتوح أولا ثم المضموم ثم المكسور هذا هو الهيكل العام وهذه هي الفروقات التي شاهدتمها في هذا الجدول في الهيكل العام كلا المذهبين متفقان لكن المذهب المعتمد إخواني الكرام المذهب المعتمد هو مذهب الإمام ابن الجزري وهو الأقرب إلى الصواب والله أعلم إذن المذهب المعتمد هو مذهب إمامنا الجزري رحمه الله وهو صاحب الخمس مراتب إذن مفتوح بعده ألف مفتوح فقط يعني ليس بعده ألف مضموم ساكن مكسور وفي الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة إخواني الكرام عندنا أبيات شعرية مهمة للعلامة الشيخ محمد بن أحمد المتولي رحمه الله يتحدث فيها عن مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء فهذه الأبيات إخواني الكرام مهمة جدا ويطلب حفظها لأنه لا غنى لقارئ القرآن عنها فهي كما ذكرنا تتحدث عن مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء وتلخص لنا الكلام الذي تكلمناه قبل قليل فماذا قال رحمه الله قال ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث وهية الآن يتحدث عن المذهب الأول مذهب ابن الطحان إذن على مراتب ثلاث وهية مفتوحها مضمومها مكسورها إذن مراتب ثلاث وتابع ما قبله ساكنها إذن الحرف الساكن إخواني الكرام ليس بمرتبة مستقلة إنما هو تابع ما قبله إذن وتابع ما قبله ساكنها فما أتى من قبله من حركة ففرضه مشكلا بتلك الحركة إذن هذا هو المذهب الأول وقيل الآن سوف يبدأ بالحديث عن المذهب الثاني مذهب الإمام ابن الجزري فقال وقيل هذه الكلمة إخواني الكرام ليست للتضعيف إنما ليقول لنا بأنه يوجد مذهب آخر وفي الحقيقة هذا المذهب مذهب الإمام ابن الجزري هو المذهب المعتمد إذن وقيل بل مفتوحها مع الألف هذه المرتبة الأولى وبعده المفتوح من دون ألف مضمومها مضمومها ساكنها مكسورها فهذه خمس أتاك ذكرها إذن مفتوحها مع الألف المرتبة الأولى يعني مفتوح بعده ألف ثم مفتوح فقط من دون ألف مضمومها ساكنها مكسورها فهذه خمس أتاك ذكرها ثم هنا قدم لنا ملاحظة فقال فهي يعني هذه حروف الاستعلاء وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة ما معنى هذه العبارة فخيمة قطعا من المستفلة يعني فخيمة قطعا قطعا يعني وليست من المستفلة وهذا البيت الأخير وضح هذا فقال فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة فما الدعي لهذه الملاحظة إخواني الكرام البعض كما يقال من المبتدئين يقول بأن هذا حرف الاستعلاء عندما يأتي مكسورا يأتي فيبالغ في تفخيمه فيقول مثلا يتخذ هكذا خي يبالغ أو مثلا يقول من غل يبالغ في تفخيم حرف الاستعلاء عندما يكون مكسورا فأحيانا البعض يقول له هذا الطلب يقول له رقق الغين ماذا يقول؟ رقق الغين أو رقق الخاء فهذا المصطلح لا يصح إخواني لماذا؟ لأنها لا يقال عن هذه الحروف إنها رقيقة كضدها يعني كضدها يعني يقصد الحروف المستفلة لا يقال عنها إنها رقيقة كضدها تلك الحروف أيضا المستفلة لا يقال ذلك إنما الصحيح أن نقول لمن يبالغ في تفخيم حرف الاستعلاء وهو مكسور أن نقول له لا تبالغ فقط لا نقول له رقق عرفتم إخواني الكرام إلى دقة المصطلح إذن لا نقول له رقيق نقول له لا تبالغ إذن فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة إذن إخواني الكرام بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء وذكرنا بالتفصيل مذهب الإمام بن الطحاني ومذهب الإمام بن الجزري رحمه الله في اللقاءات القادمة عندنا مواضيع مهمة جدا سنتكلم فيها على حكم الألف وحكم اللام وأيضا حكم الراء بالتفصيل فلا تفوتوا الحلقات القادمة وحتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة